سلام عليكم و مرحبا بكم معي مرة اخرى في القناة نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا فقد نقدم معكم كيك في المول العجيب بكريمة الليمون الحامض ببيضة فقط اهد الكيك هذا انا وجده فقط ببيضة تيجي رائع تيجي مفش فش وخفيف وناشف ما كنحسوش نهائيا في يعني بدك الزيت ولا شي حاجة نتمنى ان الفيديو انا نعجبكم ما تنسوش خليونا لايك اللايك اللايك فيديو وبرتاج مع العائلة والاصدقاء ويلا كنتو اول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تشاركو وتفاعلو الجرس ندوزو مباشرة المقادير وطريقات التحضير عندي كما قلنا بيضتان من حجم متوسط حي ما يكونش صغار عندي كاس ديال السكر سانيدا عندي كاس الا ربع ديال الزيت عندي واحد لياغورت او لا كاس ديال بورتقال او لا كاس ديال الحليب عندي جوج ديال الساشي ديال الخمارة منوزن سبعة جرام او لا تمانية جرام خميرة كيميائية وعندي كذلك واحد ساشي ديال الفاني ممكن نعوضه بالحامض كما شفتم فاخديت الخلاط الكهربائي ممكن تتعملوا الطراب الكهربائي او لاحت الطراب اليداوي اللي توفر عندكم استعمله قدرت هنا جوجو بيضات كاس ديال السكر سانيدا زيت الساشي ديال الفاني وغادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت كما تشوفوا معايا قد ندير كل شي في دقة واحدة وغادي ندير كذلك هاداك الياغورت اللي كان عندي باين كهبغيتو ممكن تعوضوا الياغورت بكاس ديال الحليب او لا كاس ديال بورتقال قد يكون عندنا واحد المكوين اضافي قد نزيده التلخر هو السر ديال هاداك هذا كما شفتم فبعد ما درت المكونات كاملة غادي نضيف واحدة الرشيشة ديال الملح اللي ضروري منها وغادي نخلط هاد شي كما قلنا جوجو بيضات كاس ديال السكر سانيدا كاس الا ربع ديال الزيت او لا كاس ديال الحليب او لا كاس ديال الحليب ورشة ديال الملح وواحد صرشي ديال فاني غادي نبدأ اضافات الدقيق غادي ندير الكاس اللي اول ديال الدقيق انا في هاد الخالط هادا غادي نستعمل ثلاثة ديال الكوس ديال الدقيق غادي يبليكم كتير ولكن غادي نتبعوا معي باش تعرفوا يعني شنو غا نضيف في الاخر غادي نضيف الكاس الاول وغادي نخلط انا هنا اضفت الدقيق في الخلاط الكهربائي يلا كام الخلاط ديال كوم الكهربائي ما شي قوي بزافة فما اضيفوش دقيق في الخلاط غادي نضيفو فقط الكاس الليول غا تخلطو وغادي تكملو بالخلاط اليداوي يعني غادي تخلطو في شئينة او لاشي بانيو غادي تكملو يعني تكملو بتربيت ديكم انا ضفت الكاس اللول وغادي وغادي نضيف الكاس الثاني مع الخمارات وغادي نضيف الكاس الثالث وانا كنخلط ولا بلية انا طلع مثلا بقشي طحين في الجناب فغدي نزله المكون اللي غدي نزيد اللي غي يعطينا احد الهاشاشة لهذا الخالط هذا هو الماء غليان الماء مغلي كنزيد ما بين نص كاس حتى الكاس الا ربع على حساب شنو استعملت في الاول وش استعملت الياغورت او لا استعملت البرتقال او لا الحليب الا استعملت الحليب او لا البرتقال فما كنحتاجو غين نص كاس ديال الماء غليان اما الي استعملت الياغورت لانه كيكون تقل شوية فغانستعمل كاس الى ربع ديال الماء غليان كما شفتو فانا هنا يكن تأكد من القوام ديال الخالط كنضيف الماء الماء غليان كنضيف تقريبا النص ودك شوية اللي بقالي كنزيدو غيب شوية بشوية باش نتحكم في الخالط ديالي كما كتشوفو هنا يرا كنخلط بالخلاط كما كتلكم الى كان الخلاط ديال الكسد العاصر ديالكم ما كيخلطش يعني بوحد صرعة قوية انا هاد الكسده عندي فيه صرعة قوية ما متغمروش به لانه غديتقل عليكم العجين فاشطفو الكسن ديال طحين بثلاثة في الاول غديتقل عليكم الخالط وما غديش بغي يدور لكم في الكاس كما كتلكم غديتخويه في بانيو اولا في شئينة وغديتكم الخلط بيدكم حتى كانت تحصلوا على قوام ديال العجين كما كتشوفو هكذا اللي كيكون مشي خفيف وفي نفس الوقت مشي تقل بزاف كان خويه في المول العجيب ديالنا اولا في المول ديال الكيك اللي دهنتو بالزبدة من قبل ورشيتو بالدقيق وكن حاول انني نخبطو شي شوية وندخلو الفرن اللي كن اخليك اعاد كنشعل الفران على درجة حرارة اللي كنطيبو في هالكيك ديال 180 انا عندي فرن ديال الغاز كننضير النار ناقصة وكندخلو تقريبا ياخد معايا 40 دقيقة رح كيكون واجد من بعد ما جبتو وحيتو من المول هذيك الطبقة الوسطرنية هي التحيدات لها القشرة لانني خليته يعيع لما يعود ما نخليه غير واحد خمسة دقايق على ما يبرد شوية انا كنت خليته كتر فهذيك القشرة هي التحيدات ماشي ضارو ماشي مشكل اننا غدي نغطوها ذيك البلازة انا هني اخضيت وهو بقي سخون خضيت المربى ديال المشميش المربى الخاص بالحالويات اللي كيكون جاري خفيف كما كتشوفو وكنزينها برقائق ديال الشوفان كراميليزي مع رقائق الكوكو كراميليزي هنا را عندي مخلطين را نضيجها حتى معاكم الوصفة في القناة دابا نحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف اللي بغاي صايب الشوفان كراميليزي راكي يجيزوين في الفينيسيون اهنا ايا اضرتو مع الجوانب فقط وغادي ندوز باش ندير الكريمة اللي غادي نديرها في الوسط هادي ناخد جوج كيسان ديال الحليب غادي نديرهم في كاسرونة غادي ندير عليهم ثلاثة ديال المعالق ديال السكارسانيدا وغادي نضيف كذلك جوج معالق ديال يعني عمرين مش عمرين بزاف موما متوسطين جوج معالق ديال الميزينة او اللا الناشا غادي نخلطهم على البارد كما كتشوفوا ومن بعد غادي نديرهم لفوق النار دروري من اما اننا نحركوا الميزينة مع السكار مع الحليب ندخلطهم في الاول يعني بوحدهم عاد نديرهم فوق النار إلا بغنا نستعملوا بنكهات البرتقال فما غادي نديروش الحليب غادي نديرو فقط البرتقال انا هنا يارا ما كانش عندي الحامض در تغير الحليب مع السكار مع كما شفتون نشا وضفت النكهة ديال الحامض كتعطينا اللون وكتعطينا النكهة اللي توفر عندكم الحامض وكنتو غادي نستعمله فغادي نديرو كأس الاربع ديال الحامض عاصير الحامض وغادي نتكملو ما تبقى بالماء وغادي نضيفو واحد معلقة اولاجوز ديال السكار باش مجيكمش ديال الحموضة يعني مش مجيش مجيش باينا بزاف الحموضة ديال سيتخون اولا ديال الحامض ممكن تستعملو الحليب كما شفتو بحال هكتا وضيفو ليه لزاست اولا قشور الحامض محكوك هاد الطريقة كتبقى الاسهل ودي ما سواء كان عدنا الحامض اولا ما كانش فممكن نديرو نكهة ديال الحامض كما شفتو رعطتنا داك اللون الاصفر ودعني درت على حساب اللون اللي بغيت وعلى حساب حتى النكهة درت غي شوية في الاول وبديت كان نخلط باللي اللون باهت فازت شوية من النكهة كما قتلكم را قطعنا اللون قطعنا حتى الماضاق والطعم ديال الحامض اه صافي كنخليها حتى كتبرت وكاتش الدرسها وغادي ندوز هنا لزين فازينت بالموجود كان اندي هنا ايضانة كارامل درت منو واحد شوية في واحد لابوش او لا في واحد الجيب ديال البلاستيك وحاولت نزين بيبات طريقة هدي ممكن نديرو الشوكولات ممكن مديرو حتى شي حاجة ممكن يعني تخليوها كما هي ممكن تديرو اي حاجة بغيتوها في الزين ممكن تاخدو غير رادو كالي سوغيز كون فيو زينو بيهم او لا شرائح ديال الحامض وتزينو بيهم تزين كيبقى اختياري انا هنا يتوفر عندي ضانة كارامل فاخضيتو داك اللون الباج مع الاصفر ديال الحامض اعطنا واحد شكل زوين انا حاولت نديرو هكذا بحال شكل ديال خلية ديال النحل وغادي نضيف كدلك حتى شوية ديال داك شوفان كاراميلي زيني درت مع الجنب فغادي نديروه كدلك حتى شوية في الوسط هذا كما قلت لكم كيبقى كتزين والتزين كيبقى اختياري كل واحد والرغبة ديالو كل واحد وشنو توفر عنده هذا كان هو الكيك ديالنا كما كتشوفو هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تزين وغادي نخليه برد ثم غادي نقطعو معاكم باش شوفو شكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل وكيفاش عندما كتشوفو العلو ديال الكيك كيما قلنا فقط بيضتان وتبارك الله عطانا هاد العلو هذا كيما كتشوفو شوفو معايا الكيك كيفاش داير راهة تيجي ناشف تيجي مجعب كيما كتشوفو كيجي خفيف ورطب تيجي واحد الكيك رائع جدا انتمنى انه انكم نجربوه ويعجبكم ما تنسوش كيما قلنا الى عجبكم الفيديو تخليوا لي يا لايك الى جربته ما تنسوش تخليوا لي التعليق ديالكم ولكنتو اول مرة كتشوفو القناة فما تنسوش تشتركو وتفعلو الجرس باش ديما يتوصلوا بالجديد وقت ما نزلتو كان هذا الفيديو ديالنا اليوم انتمنى ان شاء الله تكونوا تبقاوا ديما بيخيروا على خير وإلى اللقاع في فيديو قديم ان شاء الله اشتركوا في القناة